اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لصندوق الملكي لشهداء الواجب أن التضحيات التي سطرها شهداء الوطن في ميادين الشرف والبطولة ستكون مصدر إلهام للأجيال القادمة وستظل القيم النبيلة التي تحملها تضحياتهم خالدة في صفحات التاريخ وأشار سموه إلى ما يحظى به الصندوق الملكي لشهداء الواجب من دعم ورعاية مستمرة من جلالة الملك المعظم بما عزز من دوره في تقديم الرعاية لأبناء وأسر الشهداء بما يضمن الحياة الكريمة لهم جاء ذلك لدى ترأس سموه في قصلك ضيبي اليوم اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب بحضور سبو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي نائب رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وأصحاب السعادة أعضاء الهيئة العليا لصندوق الملكي لشهداء الواجب حيث أكد سموه على ما يطلع به الصندوق الملكي لشهداء الواجب من دور هام في التواصل المستمر مع أبناء وأسر الشهداء لمواصلة تقديم أفضل أوجه الرعاية لهم متقديرا وعرفانا لتضحيات وعطاءات أبائهم المخلصين لافتا سموه إلى دور القائمين على الصندوق الملكي لشهداء الواجب في تحقيق الأهداف السامية التي أسس من أجلها الصندوق واستذكر سموه بالتقدير شهداء البحرين الأبرار الذين تجلت بأفعالهم المرؤة والشجاعة وتشهد لهم ساحات التضحية ما سطروه من ملاحم العزة والفداء لينالوا شرف الشهادة معربا سموه عن الشكر والتقدير لأبناء البحرين كافة الذين يعملون بتفان وإخلاص وأمانة لحماية أرض الوطن والذود عن حياظه جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعرض أليات عمل الصندوق وأوجه رعاية ودعم أسر الشهداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر